السلام عليكم في الصف السادس مع الدرس الخامس في الفصل السادس جمع الأعداد الكسرية وطرحها لجمع الأعداد الكسرية أو طرحها اجمع الأجزاء الكسرية وطرحها ثم اجمع الأعداد الكلية أو طرحها بعد كتابة الناتج في أبسط صورة إذا تطلب الأمر ذلك مثال أحقف من فهمك المثال رقم ألف عندي خمسة واثنين على ثمانية زائد ثلاثة وواحد على ثمانية أول شيء لاحظ الكسور إذا كانت المقامات متشابهة خلاص فاحنا هنجمع على طول مثل درس الكسور المتشابهة عندك المقام ثمانية وهنا ثمانية خلاص نجمع الكسر مع الكسر والعدد الكلي مع العدد الكلي هنكتب هنحط الثمانية ونجمع البسط أثنين زائد واحد ثلاثة بعد كده يا أبطال نشمع بقى العداد الكلية مع بعض اللي هي خمسة زائد ثلاثة تعطيني ثمانية وفي كده تكون جمعناها جمعنا الكسر مع الكسر والعدد الكلي مع العدد الكلي وما فيه تبسيط هذه أبسط صورة نروح لرقم بقى نبص على المقام اللي في الأسفل هنلاقي عندنا اثنين وثلاثة كده المقامات مختلفة ولازم نخليها متشابهة نفس الدرس اللي فات اللي هو جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها هنشوف مضاعفات الاثنين اللي هي اثنين اربعة ستة تمانية هذي مضاعفات الاثنين طبعا ما بنكمل للآخر مضاعفات الثلاثة ثلاثة ستة تسعة اثناش اول رقم تجاب له فيه مع بعض اللي هو المضاعف المشترك اللي هو الستة تجاب له في الستة هنسوي كسرين جداد ونكتب الخمسة نفس ما هي العدد الكلي ناقص نكتب الاثنين هنحط في المقام للكسور الجديدة ستة اللي هو المضاعف المشترك للاثنين والثلاثة الاثنين صارت ستة في الكسر الجديد يعني ضربناها في ثلاثة نضرب فوق الواحد في ثلاثة بثلاثة الكسر الثاني كان في المقام ثلاثة صارت ستة ضربنا في اثنين واحد في اثنين باثنين كده يا ابطال صاروا بصور متشابهة هنترح الكسر مع الكسر والعدد الكلي مع العدد الكلي ثلاثة ناقص اثنين واحد وفي المقام ستة والأعداد الكلية خمسة ناقص اثنين ثلاثة وبكده في ابسط صورة تكون خلصة نروح لمثال اخر ناخد تأكد المثال رقم واحد خمسة وثلاثة على اربعة ناقص واحد وواحد على اربعة المقامات متشابهة هتطرح على طول المقامات متشابهة هنترح هنسوي عملية الطرح الكسر مع الكسر والعدد الكلي مع العدد الكلي ثلاثة ناقص واحد اثنين والمقام اربعة هتبضل نفسها وخمسة ناقص واحد اربعة يمديني ابسطها يا شباب لانه الاثنين والاربعة بيقبلوا الجسم على الاثنين اثنين تقسيم اثنين واحد واربعة تقسيم اثنين اثنين والعدد الكلي الاربعة بيبضل نفسه يعني تصير اربعة ونص نشوف المثال رقم اثنين على الجمع المقامات متشابهة ثمانية في الاثنين خلاص هنجمع على طول الكسر مع الكسر والكلي مع الكل الثمانية في المقام نفسها ما تتغير ثلاثة زائد واحد هتصير اربعة العدد الكلي اثنين زائد اربعة ستة كده نقدر نبسطها الثمانية تقسيم على الاربعة اربعة تقسيم اربعة واحد ثمانية تقسيم اربعة اثنين والستة نحطها نفسها تصير ستة ونص يبقى احنا يا ابطال لما بنلاقي المقامات متشابهة نطرح ونجمع على طول الكسر مع الكسر والعدد الكلي مع العدد الكلي اما اذا كان المقامات مختلفة نشوف المضاعف المشترك وبعدين نحط يعني المثال رقم خمسة ثلاثة واثنين على ثلاثة ناقص اثنين واربعة على خمسة المقام عندي هنا ثلاثة والمقام هنا خمسة لازم اشوف المضاعف المشترك للثلاثة ستة تسعة اثناش خمستاش كل مرة ازيد ثلاثة ثمانتاش طيب نشوف مضاعفات الخمسة خمسة عشرة خمستاش عشرين خلاص اذا لجيت رقم تجاب له فيه مع بعض اوجد خلاص ايه اول رقم تجاب له فيه مع بعض هو الخمستاش يبقى المقام هيكون خمستاش هسوي كسرين جداد واكتب في المقام اللي تحت خمستاش واحط العدد الكلي في نفس مكانه اكتب خمستاش والعدد الكلي في نفس المكان يساوي هنشوف بس المقامات تغيرت الثلاثة صارت خمستاش يعني ضربناها في خمسة نضرب البسط في خمسة في اتنين تصير عشرة والكسر الثاني كان المقام خمسة صارت خمستاش ضربنا في ثلاثة ثلاثة في اربعة تصير اتناش بعد كده يا ابطال هنبدأ في الطرح لما نيجي نطرح هنلاقي المقام خمستاش خلاص هذه خمستاش لكن في البسط هتلاقي عندك عشرة ناقص اتناش طبعا ما يمديني انه انجس من العشرة اثناش اعمل ايه استلف واحد من العدد الكلي استلف واحد من العدد الكلي اللي هو الثلاثة فتصير اتنين الواحد هذا اللي انا اخدته ابص للمقام تحت المقام خمستاش يبقى الواحد هذا بخمستاش على خمستاش فلما نضيف الخمستاش على العشرة هتصير خمسة وعشرين تصير خمسة وعشرين اخدت واحد من العدد الكلي بخمستاش على خمستاش ليش اخترت الخمستاش لانه المقام تحت خمستاش كده نقدر نطرح خمسة وعشرين من اثناش هتصير ثلاثتاش خمسة ناجس اتنين ثلاثة واثنين ناجس واحد واحد والمقام خمستاش والعدد الكلي اثنين ناجس اثنين هتصير سفر يبقى خلاص ما في عدد كلي كده اثنين ناجس اثنين سفر يبقى الجواب ثلاثتاش على خمستان وكده يا ابطال يكون انتهى الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته